موسيقى اهلا بكم انا عبد الرحمان عصام Microsoft Student Partner MSP Egypt اليهوردة هنتكلم على Windows Azure Developer Resources وهي ريسورسز اللي هتعلنا في الديبلفمت على Windows Azure فبدايه هنتكلم باختصار عن ايه هو Windows Azure بعد كده هنعرف Windows Azure Resources من Windows Azure SDK Windows Azure Friend Kit و Windows Azure Toolkit هنعرف ايه كل واحدة بالتفصيل وفي الاخر هنعمل Application بسيط على Windows Azure فبدايه Windows Azure هو مجموعة من الخدمات والتكنولوجيس اللي بتخليني اقدر استخدم من المحهم cloud computing او الحسابة السحابة بمعنى Windows Azure بتخليني اقدر اللي بمعنى The Data بتاع سيط وبدي الApplication على Cloud او على السحابة فانا كما كنت مبعيزة عمل Application كنت بحتاجي بيعاندي Server ويحتاجي بيعاندي Operation System اللي عيران علي ال Application وDatabide هتا يفيد Data تحت ال Application فكنكن ده بيتغلب من Management of the Servers والHardware والOS اللي عيران عليها ال Application فكنكن ده بيبعدني عن هدف الأساسي وهو Building the Application فهيهه Cloud Service Provider او اللي بيقدم لحبن الحسابة الصحبية زي Microsoft عملت لي حاجة اسمها Windows Azure Windows اجد Operating System قايم على او مبني على في ال Hardware Resources من Server وComputing Power وDatabase اللي اقدر اخلصي في ال Data هيبقى موجود على Cloud ونقدر اكسسه على طريق ال Internet بمعنى ان انا مش هحتاجي بيعاندي Server بتاعتي ولا هحتاجي بيعاندي OS بتاعي ولا هحتاجي بيعاندي حاجة Defaults كل اللي انا هفوكس عليه هو Building the Application ومايكروسوفت على Cloud هيبقى عندها Service اللي انا هقدر ارام عليها ال Application ده بغتصال Windows Azure جزء من Windows Azure هو SQL Azure فهو اللي اقدر اثيه في ال Data بتاعتي على Cloud او اخذ في ال Data بتاعتي Windows Azure Resources بتتقسم التالي ال 1 يعني SDK for training with clean kit هيتعادنا في ال Windows Azure resources هو Website هندخل عليه دلوقتي هو www.microsoft.com.windowsazer بعد كده هميجي عند Learn Windows Get Started هيفتح لي Website ده هنلاقي متأسمي 6Mary Areas اول حاجة هنلاقي SDK ال SDK هي Software Development Kit اللي هي Tools اللي هقدر عن طريقها ادبارف على Windows Azure هنعمل لها Downloader حاجة كده وبعد كده هقدر ادبارف على Windows Azure في Grab a Code Sample هنا اقدر اسوف Source Code لناس داخل عمل Application عن طريق Windows Azure من اول Hello World Application لغهد ال Advanced Applications وبأي Language انا عيش فانا اقدر ادبارودي Source Code ده عشان اتعلم مني ده كان ثاني جديد في Website ثالث جزء هو Ask a Question اللي هو عنطري اقدر ادخل 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 ثالث جزء في الواتسان رابع جزء هو Training Kit Training Kit مجموعة من Labs و Presentation و الفيديو فانا اتعلم Windows-Azer System By Step فلو اجينا عملنا للها download فانلأت على sponsor هنجيها خبار عن Labs دموز وفيديو ستتعلمني ايه هو ويندوستوديو فلو جينا نسوف اللاب هذا example هنيجي مثلا Introduction to Windows Azure Visual Studio 12 ازاي ادفولف على Visual Studio على Windows Azure هنلاقي اللاب ماشي معايا خطوه بخطوه ان انا ازاي ادفولف على Windows Azure through Visual Studio هنلاقي لاب ستيره جده عن حاجات جوا Windows Azure SQL Windows Azure Rule Communication و هنلاقي فيديو ستتعلمني اكتر عن Windows Azure دي training kit Find a technical articles هي بديو tutorials وarticles او مقالات بتعلمني Windows Azure Active فلو جينا ندوست مور هنلاقي مثلا هنلاقي اجزاء كثيرة مقسمينها مقسميني Windows Azure لها فلو جينا نسوف مثلا control access for example هنلاقي feature tutorial وresources كثيرة عن control access في Windows Azure فلو جينا نسوف التوطوريال ده فلو جينا نسوف التوطوريال ده فلو جينا نسوف التوطوريال ده فيديو مبديته ساعة هقدر هتعلم منه و هادر عمله و هادر عمله اخر جزء في الويب سايت اخر جزء في الويب سايت اطولكيت هقدر ادوالوود منه اي تونز هقدر استخدمها في ال developement على Windows فلو جينا سطنا التولكيت هنا هلاقي تولكيت فور planning هلاقي في الابيكيشن ديولوب من الماني هنحتاجها مثلا Microsoft Visual Studio 2010 هنحتاج مثلا ممكن لقي Windows Azure Toolkit فور IOS فور Eclipse، فور Java، فور Windows 17، فور PHP فالWindows Azure هو Interoperable يعني مشترك تديولوب عليه Microsoft Technologies لأ ممكن تديولوب عليه بـ NonMicrosoft Technologies مثل Java و PHP ممكن لقي Toolkit لها علاقة بـ Secret Server تقدر نعمل لها Downloads وده كان آخر جزء الويبسايت اللي هو جفعتون كده هل عايزين موريسورس اغريزين عنه كم Windows Azure هنفش على channel9.msda.com وهنلاقي رسورس عن ايه هو Windows Azure من اول وقت يجي Windows Azure من البجين الخانس لحد الأدبانس الداخل تعالوا نعمل أبليكيشن بسيط سوو Visual Studio على Windows Azure أحتاج لنا أرن الـ Visual Studio الـ فهام الفايل نعمل بعد ما كنا عملت Downloadsdk هجي عن Visual Studio Clouds على أدوس أدوس هجي عنه عادي جدا على تساوي أول ما عمل رن هيفتحه في برونز العادي جدا من هجي الـ ASP.NET ويبسايت العادي بس الفرق انه هجي عنه هجي عنه فده يعتبر Simple Application عملناه بWindows Azure كده عرفنا ايه هو Windows Azure عرفنا Windows Azure بسيطفنا الويبسايت اللي هيتاعدنا انه احنا نداملود الـ SDK و و عملنا بسيط بسيط دي كونتور ستاعدني لو ايه حد عاد يتواصل معي و و و في النهاية درس بسيط 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 ترجمة نانسي قنقر صباح بسيط 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 شكرا